موسيقى أهلا بكم طالب مجلس الأمن الدولي أطراف الأزمة في اليمن بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية في كل أرجاء البلاد الرئيس الدوري للمجلس السفير الصيني لباودونغ قال إن أعضاء المجلس أعربوا في جلسة المشاورات المغلقة عن القلق البالغ إزاء الأزمة المدمرة في اليمن لا سيما بعد تفشي وباء الكوليا في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين هل تعيد التحركات الدولية المسار السياسي المتعثر؟ وما هو مستقبل الحل السياسي بعد هذه التحركات؟ مجددا تعود الأنظار إلى المسار السياسي بعد جمود اكتنفه خلال الفترة الماضية وطالبات عديدة للحل وإيقاف التدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية مجلس الأمن وعفر جلسة جديدة طالب أطراف الأزمة بتسهير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والاستجابة الفورية للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والتعاهدات الدولية وفيما تعود التحركات الدولية العديدة محاولة إعادة المسار السياسي وتحقيق اختراق أي اختراق في جدار الأزمة ما يزال المراقبون يرون أن طول مدتها يعود لأسباب عدة منها ما جرى مؤخرا من انعكاس أحداث الأزمة الخليجية عليها بحيث يبدو اليمن والملف اليمني عامة أشبه ما يكون بملحق لدول الإقليم ولا يمثل أي اهتمام حقيقي لدى العالم نتابع مشاهدين الكرام هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا من محافظة الحديدة التي اختزل فيها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأزمة اليمنية واعتبرها مفتاح الحل لكافة الكوارث التي أصابت اليمنيين بعثت ميليشيا الحوثي برسالة شديدة لهجة على فكرة تسليم المحافظة ومينائها الواقع على البحر الأحمر مناورة عسكرية بمختلف الأسلحة الثقيلة وتخرج دفعة جديدة للميليشيا تحت مسميات عدة وصوت مرتفع للقيادي في الميليشيا صالح الصمات يهاجم فيه خطة المبعوث الأممي القاضية بتسليم المدينة ومينائها للإدارة الدولية المبعوث الأممي استبقى جلسة مجلس الأمن بطلب وساطة صينية لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع بحثا عن موافقة بعودته إلى صنعاء لإقناع الحوثي والمخلوع الصالح بالموافقة على مبادرته الخاصة بالحديدة بعد أن أصبح الحديث عن تسوية سياسية بمثابة فكرة غير قابلة للنقاش الجلسة التي عقدت مساء الأربعاء الماضي غاب عنها منطق السياسة وانشغل الجميع بالحديث عن تداعيات الإنسانية في محاولة للاستمرار في فصل السياسي عن الإنساني وهو ما لا يقبله المنطق باعتبار انهيار الوضع الإنساني نتيجة لاحقة للفشل السياسي حشدت الأمم المتحدة كبار مسؤولي منظماتها المعنيين بالجوانب الإنسانية كالفاو الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية الذين قدموا صورة موزعة ومجعة عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في كافة الجوانب انشغل الحاضرون بالحديث العاطفي وهو ما يعد استمرارا لنفس نسق جلسات مجلس الأمن الأخيرة بخصوص الملف اليمني ولم يتم مناقشة التطورات التي حدثت على الأرض واستمرار قصف وحصار المدن ومنع وصول المساعدات تعطل المسار السياسي في المنطقة برمتها وانعكاس الأزمة الخليجية الخليجية على الأوضاع في اليمن ألقى بظلاله على الاجتماع الذي يكشف عن فقر الخيارات السياسية في اليمن وتحولها لساحة حرب بالوكالة وتنفيس للصراعات في الإقليم في حرب يخسر فيها الفقراء وترتفع كلفة الحرب الإنسانية في بلد لم يعد يقوى فيه الناس على التقاط أنفاسهم الدول العشرون الرعية للتسوية في اليمن باتت جزءا من المشكلة بعد أن كانت تقترح الحلول ونقلت أزماتها وأخطاءها في إدارة الأزمات إليه وهو ما بات يمثل اختبارا أخلاقيا للعالم في ظل استمرار التعامل مع اليمن كملحق لدول الإقليم وبلد خاضع للوصاية الإقليمية والدولية دون أن يجد اهتماما حقيقيا بمعاناته الكبيرة والكارثية وجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام كما أرحب بمن انضم إلينا الآن من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي الفقية أهلا بك أستاذ علي أهلا بك أستاذ علي أهلا بك أستاذ علي إذن هناك تحركات عديدة على ما يبدو لإعادة المسار السياسي كيف تقرأ أنت المشهد في ظل جميع هذه التحركات وفي ظل معطيات المشهد أيضا تحية لك ولمشاهدي قناة بالقيس الكرام أعتقد أن التحركات هي في نفس الدائرة المغلقة التي تحرك فيها الجميع منذ فترة ليست بالقليلة فتقريبا منذ أواخر العام الماضي لم يحدث أي جديد في المسار السياسي لم تطرح أي أفكار جديدة للحل ليس هناك أي تحركات جدية تبعث لليمنيين الأمل بأنهم قادمون على مرحلة مختلفة عن السابق بأن هناك حلول قادمة يمكنها أن تنهي معاناة اليمنيين كل ما يحدث هو تكرار لنفس الكلام للأسف الشديد الأسوأ في الموضوع أن قضية اليمن انتقلت من أزمة من قضية صراع مسلاح من قضية سياسية إلى قضية أزمة إنسانية وأنا أتابع تصريحات مجلس العامل وكلمة المبعوث الأممي ووكيل من العام الأمم المتحدة أشعر وكأنهم يتحدثون عن بلد أصابته جائحة أصابته إعصار يتحدثون فقط عن ضحايا المجاعة يتحدثون عن ضحايا الكوليرا ونسيوا ما هو السبب لكل هذه الكوارث والمآتي التي بالفعل صارت صارت صاريب اليمنيين لم يعد هناك حديث عن قصة المدنيين ووفاة النساء والأطرال بتأثيرين بالقضائف والصواريخ والمدافع في بيوتهم لم يعد هناك حديث عن ضحايا الألغام وهم بالعشرات لم يعد هناك حديث عن معتقلين يموتون تحت السعذيب وبالتالي انصرف الحديث عن اليمن من قضية قضية صراع تسبب فيه الإنقلاب وقضية سياسية بانتياز إلى قضية إنسانية يتحدثون فيها عن مساعدات هي أيضا لم تترك أثرا إيجابيا للتخفيص من الأزمة وإنما وكأننا صرنا مادة لعمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني وبحثها عن تمويل بملايين الدولارات بينما في الواقع الشعب يعيش أزماته وحيدا دون سند طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ علي الفقيه ينضم إلينا الآن مشاهدين الكرام من مسقط الباحث السياسي الدكتور عبدالله الغيلاني دكتور عبدالله إذن هناك نوع من جلسة يعني هناك جلسة جديدة لمجلس الأمن إسماعيل ولد الشيخ يتحدث كثيرا عن الوضع الإنساني كما أشار لذلك الأستاذ علي الفقيه الأمم المتحدة عموما ومجلس الأمن يركزون على الوضع الإنساني فيما يبدو أن المسبب الأساسي لهذه الأزمة بات الحديث عنه يعني يتوارى شيئا فشيئا إلى الخلف هل تتفق مع ذلك؟ هل هناك حاجة لإعادة التركيز لأسباب الرئيسية لهذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم جميعا ومشاهدين الكرام هذا الكلام أنا قلته منذ أمد بعيد منذ أن بدأ التدخل الدولي وتدويل القضية اليمنية وتحويلها إلى مجرد رزمة من الأوراق الملفات في أروحة المتحدة هذا أمر متوقع صحيح أن الأزمة الإنسانية اليوم في اليمن ينبغي أن تحظى بأولوية بالت هناك أزمة إنسانية طاحنة وهناك وضع إنساني مأزوم يتأزم يوما بعد يوم هذا أمر مؤلم ومحزن ويدن القلب ولكن أن تتحول القضية اليمنية برمتها إلى مجرد حزمة من التداعيات الإنسانية فقط وتلسى القضية الجوهرية هذا أمر مؤسف ولكن منذ أن بدأ تدويل القضية اليمنية بدأت هذه الأبعاد تتضح شيئا فشيئا الآن هناك بعدان مطرحان فقط سواء على المستوى الأقليمي أو على المستوى الدولي البعد السياسي القضية اليمنية والبعد الإنساني البعد الإنساني نسلم به جميعا وينبغي أن يحظى بهذه الأممية الضالغة لأن هناك من يموت وهناك من يجوع هناك من يمرض وهناك من يصاب بكل هذه الجوائح الإنسانية في اليمن ولكن البعد السياسي أنا أصور أن هناك حاجة بالغة لإعادة إنتاج لإعادة تنظير القضية اليمنية هل القضية اليمنية اليوم هي مجرد قضية سياسية بمعنى أن هناك خلاف سياسي بين فرقاء سياسيين في اليمن الأمر ليس كذلك ولكن هذا هو التنظير الذي تسعى الأمم المتحدة وتسعى بعض القوى الإقليمية إلى تصديره وإلى غرفه وإلى تكريسه حوض القضية اليمنية إنما هي مجرد قضية سياسية خلاف سياسي بين فرقاء وهذا الخلاف السياسي لا يحل إلا عبر يعني مشروع سياسي في فاوض صحيح في النهاية ينبغي أن هناك حل سياسي ولكن هذا القضية اليمنية في جوهرها ليست قضية سياسية لم تبدأ كقضية سياسية وبالتالي لا يمكن أن تنتهي إلى مجرد قضية سياسية بالمعنى الفني المتداول في المؤسسات الإقليمية والدولية أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور عبدالله عودي إلى أستاذ علي الفقيه أستاذ علي الآن هناك نوع من التحركات الدولية التي استجدت بشكل ما ربما الصين الآن تدخل بشكل أكبر في محاولة احتواء الأزمة ومحاولة ربما أيضا لعب دور جوهري في ذلك إجراء اتصالات عديدة بين عدد من الأطراف هل سيسهم ذلك في وصول اليمن والسفينة الأزمة إلى بر ما؟ لا أدري ما الذي لدى الصين حتى تقدمه لأنه يبدو دخول الصين في هذا الموضوع أو في ملف اليمن متأكثر جدا ومن خلال عمل الصين أو علاقة الصين باليمن بقضايا اليمن خلال الفترة الماضية لا نعرف أن نتابع ذلك أن لديها الكثير من وسائل الضغط أو أن لديها خيوط تستطيع من خلالها دفع الأطراف المختلفة إلى تقديم تنازلات وتقريب وجهة النظر لكن لعلها أرادت أن تدلي بدلها في العمر وأنا شخصيا لا أتفاعل أن المرحلة القادمة ستحمل انفراجة أو حل سياسي وأن ما يحدث الآن هي محاولة لتحريك الجمود الذي سات خلال الفترة الماضية لأنه صارت مجلس الأمن والأمم المتحدة هناك حالة من العقم في التعاطي مع الملف اليمني أو أنه ربما دفع بالقضية اليمنية إلى زاوية الظل وإبعادها عن الواجهة كما كانت خلال الفترة الماضية فمنذ أكثر من عام أو منذ التحركات الأخيرة لجون كيري لم تطرح أفكار جديدة لحل القضية اليمنية باستثناء حديث والد الشيخ عن ميناء الحديدة والذي جاء بالتزامن مع حديث التحالف العربي عن ضرورة تحرير ميناء الحديدة وبأنه يجهز لعمليات وشيكة لتحرير ميناء الحديدة من سيطات مليشيات الحوثي والصالح وبالتالي بدأت الأمم المتحدة عبر مبقوثها إلى اليمن تتحدث عن حلول للحفاظ على ميناء الحديدة والإبقاء عليه فاعلا لكن يبدو أن الحديث عن أن يبقى عليه قيد العمل وأن يبقى نافذة مهمة لدخول المواد الغبائية والمساعدات الإنسانية يبدو أنه في نظر والد الشيخ يقترن هذا الحديث بضرورة بقائه تحت سيطرة مليشيات الحوثي والصالح ليس هناك آليات مديلة طريحت إلى الآن بأن تأتي مثلا قوات دولية أو قوات أممية أو أي مقترحات لإبقاء ميناء الحديدة لكن أيضا يعمل بعيدا عن سيطرة مليشيات الحوثي والصالح الذي يعلم الجميع أنها تسيطر هذا الميناء الهام والمورد الحيوي والاقتصادي لاستيراد معدات حربية لأيضا جمع الأموال الطائلة لتمويل الحرب التي تشنها على اليمنين بمعنى أوضح أنها تستعمل هذا الميناء لتمويل حربها ولقتنا اليمنين وليس لإيصال المساعدات الإنسانية التي تتحول إلى مواد مجهود حربي بمجرد دخولها إلى الميناء فهذا فقط هو الفكرة التي اطرحها ولد الشيخ حول ميناء الحديدة لكن ليس هناك أفكار تطرح لحل المشكلة القائمة لإيقاف الحرب للسعادة الدولة وكأن الساريخ توقف في اليمن عند الأفكار التي طلحت في مشاورات الكويت وقبلت بالرفض من الحوذيين والصالح بعد أنت الحكومة اليمنية وقعت عليها دكتور أستاذ علي هذا الرفض أيضا تجدد دعني في هذه النقطة أعود إلى الدكتور عبد الله الغيلاني دكتور عبد الله إذن الآن نحن نشاهد بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن وحديث المبعوث الأممي فيها حول نوع من محاولة تسليم هذا الميناء للحكومة صالح الصماد رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي لدى ميليشيات الإنقلاب يرد بشكل تصعيد على ما يبدو من خلال تصريحات أخيرة أعلنها في نوع من مناورات عسكرية قامت بها الميليشيا هذا الأمر كيف يفهم في أي سياق يجب وضعه أخي هذا الأمر يفهم في سياق الارتياح الذي يعيشه الحوثيون الآن يعني الحوثيون وحليثهم علي عبدالله صالح الآن في لحظة ارتياح ليس هناك مهددات المشروع الحوثي في هذه اللحظة الخليق مشغل بإشكالاته الداخلية الوضع الإقليمي منصرف تماما عن اليمن يعني الاهتمام الدولي كما رأينا يحاول أن يصور الأمن الأزمة الامرية مجرد قضية الثانية فالمشروع الحوثي الذي يسيطر على صنعاه وما حولها وفي حال ارتياح وقطعا قطعا يعني لا نتوقع من الحوثيين أن يسلبوا بينها الحديد أو المناطق التي يسيطرون عليها أنا حقيقة يعني أنه باللائمة لا على الحوثيين ولا على عبداللطالع ولا حتى على المبعوثة الأممي ولا حتى على القوى الإقليمية والدولية المسؤول عن هذه القضية بالدرجة الأولى هي هو الشعب اليمني ممثلا في شرعيتي في حكومتي انظر إلى الخارطة اليوم الخارطة الاستراتيجية في اليمن هناك شمال نتحدث عن صنعاه وما حولها من المناطق هذا الشمال مسيطر عليه من قبل الحوثيين وعلى عبداللطالح سيطرة كاملة لا يكاد ناجعهم فيه أحد التحالف العربي اليوم هو تعثر وقد توقف عندها أبواب تعز وليس هناك نية للتوضل أكثر يعني هذا واضح جليا أن التحالف العربي لم يعد يملك يعني رؤية سياسية أو رؤية استراتيجية لاختراق الحوثيين والمضي قتما في المقاصد التي قام من أجلها نلحظ حتى المناطق التي كانت بعيدة عن الاحتراق عن يعني اللهب ذهب الحرب منطقة المهرة مثلا اليوم هناك صراع محتجم في المهرة بين السلطنة العمان والإمارات والمكارة السعودية على النفوذ طبعا السلطنة تعتبر هذه المحافظة باعتبارها محافظة محاددة لها تعتبرها امتداز يعني عمق لها ويعنيها ما يحدث في المهرة لأن هذا سينعكس بشكل مباشر على الأمن القومي العماني وقد درجت السلطنة على التواصل مع هذه المحافظة عبر بعض المشاريع السلموي والخدمات كما أن القبيلة التي تقفن هذه المنطقة موجودة صفي عمان الصفي هناك صراع اليوم هناك محاولة حتى لاقتلاع السلطنة من هذه المنطقة إذن نحن لم نعود نتحدث عن تحالف عربي يرمي إلى تحرير اليمن وإسترجاع اليمن من قبرة الحوديين وإعادته إلى الشعب اليمني ومسلها في الشرعية لم تعد هذه الرؤية قائمة وإنما هناك دولتان فقط تحكمان في هذا التحالف هما الإمارات والملك عرب السعودية وقد رأينا ما حدث حتى في الأماكن التي تم تحريرها المناطق الجنوبية اليوم هي شبه متصلة تماما وبعيدة عن هيمنة الشرعية فبدأ التحالف اليوم يزحب حتى على المناطق التي هي بعيدة عن الصراع المرتفع الحدة المهرة ومحاولة حضرمون إذن اليمن منخص هذا كله أن اليمن اليوم قد دخل مرعلة جديدة بمعادلات جديدة بملامح جديدة ولذلك أنا أقول أن الشرعية ينبغي أن تعيد النظر في تحالفاتها في مرئياتها في مقارباتها لكيفية تحرير اليمن من قبضة الحرفية وعلى عبد الله صالح لم تعد المعادلات يعني القديمة يعني ناجعة وفاعلة ومؤثرة ولذلك أنا أقول أن الشعب اليمن إذا كانت الشرعية عاجزة عن الإبداع وعاجزة عن يعني أن نجيب أفكار خلاقة مبدعة وخلق مقاومة يمنية بعيدا عن حالة الارتهان الكل لا بأس أن تستعين بالقوة الإقليمية والدولية ولكن الحادثة اليوم وأن هناك ارتهان كلي لهذه القوة وكأن يعني هذه الدول بما فيها الدول التي تقود التحالف العربي كأنها جمعيات خيرية يعني دكتور عبد الله دكتور عبد الله أن تطرح أن المشكلة الآن في اليمن أن الشرعية لا تبادر سياسيا لكن هناك من يتحدث على أن المشكلة هي أن الملف اليمني بات منسيا عند العالم يعني الملف اليمني فقط مطبط بملفات الإقليم ليس أكثر هذا 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 أمر طبيعي في الصراعة السياسية الناس ينظرون إليك من منظار أمنهم القومي من منظار مصالحهم فلا تتوقع من الآخرين حتى الدول يعني دول التحالف العربي لها حفابات هذه دول في نهاية الأمر لكن أنت صاحب القضية أنت صاحب القضية يعني ما هي البدائل المتاحة أمامك طبيعة الصراع تتغير ويدخل من مرحلة إلى أخرى نعم فينبغي أن تتسلح ببدائل عسكرية والسياسية والستراتيجية تتجاوب مع كل مرحلة مع المعطيات الجديدة الحادثة هذا لا يحدث ليس هناك إبداع ليس هناك تحرص القيادة الشرعية ممثلة في الحكومة ويعني خلفائها من الأحزاب والقوى السياسية يبدو أنها في حالة ارتهان شبه كله إلى القوى الإقليبية أو التحالف العربي وأنا في تصور هذا خطأ يعني أنت لا تتوقع من الآخرين لا من المملكة ولا من القوى الإقليبية الأخرى يعني أن تجعل أن تتعامل مع الخضية إلا بالمقدار الذي يخدم أمنها القوم يعني مثلا أخي انظر الوهج الذي بدأت به عاصفة الحجم في 2015 أنا أصور الهدف الرئيس كان هو ذر الخطر الذي كان يمثله الحوثيون على الأمن القوم السعودي وهذا تحقق إلى حد كبير فلم يعود الحوثيون اليوم في هذه المرحلة وفق المعطيات الاستراتيجية القائمة لم يعود يمثلون خطرا مباشرا على الأمن القوم السعودي وبالتالي اكتفت المملكة بهذا الإنجال ولم يعود هناك جد في التوضي الأكثر واكتلاع الحوثيين المصنعاء وإعادة اليمن إلى الشرعي لم يعود هذا الأمر مطروحا فإذا كان هذا يحدث على المستوى الإقليمي فما الذي تتوقعه على المستوى الأممي مفهوم أرجو أن تتفضل بالبقى معي دكتور عبدالله أعود في هذه النقطة تحديدا لأستاذ علي الفقي وفقا لما يتفضل به الدكتور عبدالله الغيلاني من تحقق الهدف الاستراتيجي إذا صح التعبيد للسعودية بدخول الهدف الاستراتيجي الأول للسعودية بدخولها بالتحالف بنوع حماية الحدود وتحقيق نوع من الأمان على مستوى حدودها الجنوبية لكن الآن ما هو الممكن سياسيا وما هي ردات أو ما هو الأفعال السياسية الممكنة أمام الحكومة الشرعية للرد على هذه التحركات لإحداث نوع من الانتقال في الملف السياسي الحكومة الشرعية محتاجة إلى أداء مختلف عن الأداء الذي سيطر خلال الفتر الماضي على الأسف الشديد هم يتحملون جزء من المسؤولية عن الركود أو عن التأخر الذي حاصل سواء فيما يتعلق بالملف العسكري أو الملف الإغاثي أو الملف الاقتصادي كل هذه الملفات كان يمكن للحكومة أن تحرز فيهم أداء أفضل لو عملت بآليات أكثر كفاءة وبحركة أكثر خفاءة أما تظل راكدة على هذا النحو وغائبة أيضا على المناطق المحررة بشكل شفه كلي فهذا ما يفاعل المشكلة مثلا عندما نتحدث عن ضرورة تحرير ميناء الحديدة على الفور تذهب أذهال الناس إلى المناطق المحررة هل تستطيع الموانئ التي تم تحريرها القيام بالدور الذي تقوم به ميناء الحديدة في حال أصحت ميناء الحديدة منطقة مواجهات وتعطلت لفترة زمنية معينة للعسف الشديد لا تزال هذه الأمور تسير ببطء شديد أيضا هناك إدارة هذه المرافق لا تنبع عن نية لتفعيلها للقيام أو لتغطية الدور الذي تقوم به ميناء الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وبالتالي لا تعفى الحكومة الشرعية عن المسؤولية مهما كانت الصعاب مهما كانت الظروف أمامها إلا أنها تظل المسؤولة بشكل مباشر عن إدارة الملصات الإسلامية وملص أيضا تسويق القضية اليمنية والتذكير فيها كقضية في الأساس قضية انقلاب والإطاحة بدولة وليست فقط مجرد بلد أصابته جائحة الكوليرة هذه مهمة كبيرة جدا أمامها أما المبعوث الأممي فهو يراوح في نفس المكان ولن يأتي بجديد إذا لم يكن هناك أداء فاعل من الداخل أيضا إذا لم يكن هناك تغير في الأداء العسكري حتى تفرض على الناس معطيات جديدة ركود الجبهات العسكرية أيضا يلقي بظلاله على الجوانب السياسية وتحريك الملف اليمني في المرافق الأممية إذن أشكرك الكاتب والمحلل السياسي أسد علي الفقيق كنت من عبر الهاتف من القاهرة بعودة أخيرة إلى الدكتور عبدالله الغيلاني دكتور عبدالله ما هو الممكن الآن لأن نرى أو ما المتوقع أن يحدث على المستوى السياسي خلال أيام القليلة القادمة أنا لا أتوقع أن يحدث هناك شيء ذو جدوى كل هذا الحراك السياسي هو حراك شكلي سواء على المستوى الإقليبي أو على المستوى الأممي وبالتالي سوف يبقى الملف اليمني كما هو عليه الآن والخشية كما أثبت قبل قليل أن يتحول إلى مجرد حالة إنسانية يتم التعامل معها باعتبارها كذا حتى تدب الحياة مرة أخرى في الملف اليمني أنا أدعو حقيقة القوة الحية في الشعب اليمني أن تبادر إلى مراجعة التجربة كاملة سواء تجربة التحرير العسكري التجربة السياسية يعني كل ما يتعلق بإدارة هذه الأثمة منذ أن بدأت في سبتمبر 2014 وإلى هذه اللحظة المسألة تحتاج إلى إعادة نظر كلي وبالتالي الخلوص إلى ملورة رؤى يعني قابلة للتطبيق والخروج من حالة الارتهان إلى القوة الإقليمية القوة الإقليمية كما قل لها حساباتها لها أولوجاتها الكتلة الخليجية الآن منصرفة تماما ومنخرطة في صراع داخلي وبالتالي هناك تراجع للقضية اليمنية وحتى في داخل هذه الكتلة لا توجد ناث رؤية سياسية وهذا الكلام قد قلناه مرارا الذي يقود في التحالف العربي اليوم هو المملكة والإمارات فقط وسائر الدول وجودها تحول إلى وجود رمزي أما القوة الدولية كالولايات المتحدة وإيران مثلا فهذه لا حساباتها وبالتالي أنا أتصور أن الكرة الآن في ملعب الشعب اليمني هو شعب عريق لا ينقصه شيء لا ينقصه العدد ولا العدة ولا التجربة ولا الشجاعة ولا الإخلاف ولا الموارد هذا شعب يستطيع يستطيع نواة هذه السلة هذه العصابة من الحوثيين وأن يعيد اليمن إلى ما كان عليه أحسن ولكن عليه أن يأخذ دمام المبادع وعليه أن لا يعني يبقى مرتهنا إلى الحل الإقليمي وأن لا يعول كثيرا أيضا يعني هذه الحكومة ينبغي أن تدوب فيها الدماء ودوب فيها الحياة وتخرج من حالة الارفهان وتبلو الرؤية اليمنية يعني خالصة ولها بعد ذلك أن تستعين بالآخرين لكن أن يبقى يعني الحل الحل الحلم اليمنية أشيرا للقوى الإقليمية والدولية فأنا أظن هذا لن يقود إلى شيء جدوى وبالتالي لا نتوقع حراكا حقيقيا جوهريا في الأيام المفتلة أشكرك الباحث السياسي الدكتور عبدالله الغيلان يكون تمانع عبدالهاتف من مصغط شكرا جزيلا لك كما وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاط في ختمة للحلقة تقبلوا تحياتي أنه والزملاء في طاقم العمل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر